بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد في العلا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون نحمد الله تعالى ونشكره على ما امتدن به علينا تعالى من نعم وآلاء عظيمة كبيرة ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل في طاعته ومرضاته وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام سبق معنا في اللقاءين السابقين التحدث عن أقسام الناس في الصيام وفي هذا اللقاء المبارك من دروس المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك يتحدث عن مفطرات الصوم الصوم له مفطرات وهي سبعة أنواع الأول الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج وهو أعظمها وأكبرها إثما فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استعناف الصيام من جديد ليحصل له التتابع فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعاموا ستين مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد وأفتى سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن عليه كيلو ونصف من الأرز بمقدار تسعين كيلو لستين مسكينا بمقدار تسعين كيلو لستين مسكينا وفي صحيح مسلم أن رجل وقع بمرأته في رمضان فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة؟ قال لا قال هل تستطيع صيام شهرين يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى قال لا قال فأطعم ستين مسكينا وهو في الصحيحين مطولا النوع الثاني من المفطرات إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم صحيحا إلا باجتنابها كما جاء في الحديث القدسي يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل فإذا أنزل المني بطواعيته وباختياره فإنه لم يدع شهوته لحال صومه فبطل صومه والله المستعان رواه البخاري الحديث يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل حديث قدسي رواه البخاري فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربة وفي صحيح مسلم أن عمر ابن أبي السلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلها لي يعني أم سلم فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ولكن وأخشاكم له انتهى الحديث لكن إذا كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة بالاستنشاق خوفا من تسرب الماء إلى جوفه فيفسد صومه وأما الإنزال بالاحتلام أو التفكير المجرد عن العمل فلا يفطر إذا أنزل إذا فكر فأنزل فلا يفطر لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم وأما التفكير فمعفو عنه لقوله صلوات الله وسلامه عليه إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم واتفق عليه النوع الثالث الأكل أو الشرم وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيًا كان نوع المأكل أو المشروب لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل والصعوط في الأنف كالأكل والشرب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيطة ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة رواه الخمسة وصحاه التربذي فأما شم الروائح فلا يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف وأما استعمال البخور فإنه ينهى عنه حال الصيام بالمباشرة أي أعني أنه إذا كان قريبا من أنفك فلا تفعل لأن هذا يعخذ حكم الصعود لكن إن كان بعيدا في البيت وليس مباشرا للأنف فلا حرج إن شاء الله النوع الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو شيئان أحدهما حقن الدم في الصائم مثل أن يصاب بنجيف فيحقن به دم فيفطر بذلك لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه الشيء الثاني الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب فإذا تناولها أفطر لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما فثبت لها حكمهما فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق حتى لو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما فلا يثبت لها حكمهما ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب ولهذا قال فقهاؤنا لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر وقال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى الدماغ أو بدل أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله قال وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم انتهى كلامه رحمه الله معنى كلامه رحمه الله أن هذه الأشياء التي ليس لها دليل شرعي على أنها تبطر لا يجوز أن يعول عليها ولا يجوز أن يقال بها والله أعلم النوع الخامس من المفطرات إخراج الدم بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن عوس قال البخاري ليس في الباب أصح منه وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فإنه يجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي كما سبق وأن بينا في أقسام الناس في الصيام من اضطر لإنقاذ معصوم فهذا إذا اضطر لإنقاذ معصوم بالتبرع له بالدم فإنه يتبرع له ويعتبر مفطرا بتبرعه ويقضي هذا اليوم وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة السادس من المفطرات التقي عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي ومن استقى عمدا فليقضي رواه الخمسة إلا النساء وصحاه الحاكم ومعنى ذرعه أي غلبه أي غلبه ويفطر إذا تعمد القي إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيئ به أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيئ به فيفطر بذلك كله أما إذا حصل القي بدون سبب منه فإنه لا يضر وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القي لم يلزمه منع القي لأن ذلك يضره ولكن يتركه فلا يحاول القي ولا منعه والله أعلم السابع من المفطرات خروج دم الحير والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فمتى رأت الدم فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أو في آخره ولو قبل الغروب بلحظة وإن أحست المسلمة بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح فصومها صحيح ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح ثم إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء وإلا لزمه القضاء دون الإمساك أي أنه إذا أفطر فإنه إن كان لعذر فلا إثم عليه ويجب عليه القضاء وإن لم يكن لعذر فإنه آثم فإنه آثم لأن العبادات لا يجوز له أن يتهاون فيها ولا أن يتساهل لكن عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر من خطيئته التي حصل وأن يقضي هذا اليوم وأن يقضي هذا اليوم إذا كان الفطر بغير الجماع وأما الجماع فمع القضاء التوبة والكفارة كما سبق بيانه أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر لكن الأولى والأفضل الإتمام لكن الأولى والأفضل الإتمام لقول الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى ولا تفطلوا أعمالكم فالإنسان إذا بدأ عملا صالحا فإن الأولى به والأفضل بحقه أن يتم هذا العمل الصالح أعني النافلة أعني النافلة لأن عليه أن يتمه لأن عليه أن يتمه إلا لعذر فإن كان له عذر فإنه لا حرج عليه إن شاء الله ولكن لو أفطر من سيام من تطوع هل يلزمه أن يقضي مكانه لا يلزمه قضاء هذا اليوم ولكن كما أسلفنا الأفضل في حقه أن يتم صومه وهو الأفضل في حقه إلا لعذر والله أعلم أيها الإخوة المستمعون هذه المفطرات السابقة عدى الحيض والنفاس وهي الجماع والإنسان بالمباشرة والأكل والشر وما بمعناهما والحجامة والقي لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا لا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة أن يكون عالما بالحكم وأن يكون ذاكرا للصوم وأن يكون مختارا لا مكرهاء أما الشرط الأول أن يكون عالما فإذا كان جاهلا لم يفطر لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطانا قال الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه قد فعلت وقوله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وسواء كان جاهلا بالحكم أو بالحكم الشرعي مثل أن يظن أن هذا الشيء لا غير مفطر فيفعله أو جاهلا بالحال أو بالوقت مثل أن يظن أن هذا الشيء أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله أو جاهلا بالحال أو الوقت سواء كان جاهلا بحكم هذا الشيء في أنه غير مفطر أو جاهلا بالحال أو بالوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب فلا يفطر في ذلك كله إذا أكل معتقدا بقاء الليل يظن معتقد أن الفجر لم يطلع أو أكل معتقدا أن الشمس قد غربت فإنه أو حينئذ لا يفطر لأنه أكل جاهلا بالوقت لما في الصحيحين عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عبدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما فلما تبين الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل فقد أكل عدي رضي الله عنه بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم وفي صحيح البخاري من حديث أسماء من تعبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت ولو أمرهم بالقضاء لنقل لأنه مما توفر الدواء على نقله لأهميته بل قال شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة حقيقة الصيام إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبي عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب والله أعلم ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت وقد أباح الله له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر المباح المأذون فيه المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء فإذا فعل المباح المأذون له فيه فإنه لا يؤمر فاعله بالقضاء ولكن هناك مسألة أيها الإخوة مهمة وهي أن البعض من الناس لربما تساعل في التحقق من طلوع الفجر فلربما استيقظ من النوم ولم يتبين هل طلع الفجر أو لم يطلع فيشرب أو يعكل وهذا لا يجوز منك إلا بعد أن تتبين أنه لم يطلع الفجر فتنظر إلى الساعة وتتحقق هل طلع الفجر أم لم يطلع أما أن تأكل أو تشرب مباشرة دون أن تتبين ثم بعد أن تتبين أنه طلع الفجر فهذا تفريط منك ولا يجوز منك أخي الكريم لا يصح منك أبدا وعليك القضاء إن فعلت ذلك أما إذا تبينت وتحريت وتبين لك أن الفجر لم يطلع ثم بعد أن أكلت تبين أنك أخطأت في تحريك فلا حرج عليك إن شاء الله الشرط الثاني أن يكون ذاكرا حال أكله أو شربه أو فعله المفطر فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه بما سبق في الآية الكريمة في سورة البقرة ولم رواه أبو هرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه واللفظ لمسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته ونسبة إطعام الناس وسقياه إلى الله عز وجل دليل على عدم المؤاخذة عليه لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ولفظ وأخرج ما فيه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ الشرط الثالث أن يكون فعله للفطر أو للمفطرات مختارا أي أن يتناول المفطر باختياره وإرادته فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم عن من كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فقال تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فإذا رفع الله حكم الكفر عن من أكره عليه فما دونه أولى ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه البهيقي وحسنه النووي فلو أكره الرجل زوجته على الوطن وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا يحل له إكراهها على الوطن وهي صائمة إلا إن صامت تطوعا بغير إذنه وهو حاضر ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا يفتر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه لأن ذلك ليس بالأكل ولا بالشرب ولا بمعناهما لكن إن وجد طعمه في حلقه فليخرجه ولا يفتلعه ولا يفتر بتقدير دواء في أذنه أيضا ولا بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب قال شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة حقيقة الصيام ونحن نعلم أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء فعلمنا أنها ليست مفطرة قال فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسلدا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك والحديث المروي في الكحن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمت المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم ضعيف رواه أبو داود في السنن ولم يرويه غيره قال أبو داود قال لي يعني يحيى ابن معين هذا حديث منكر قال شيخ الإسلام والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه انتهى كلامه رحمه الله ولا يفطر الصائم بذوق الطعام إذا لم يبلعه ولا بشم الطيب والبخور إلا أن البخور لا يستنشقه لكن لا يستنشق دخان البخور كما أسلفنا لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شيء منه ولا يفطر بمضمضة والاستنشاق لكن لا يبالغ في ذلك لأنه ربما تهرب شيء من الماء إلى جوفه وعلى قيد ابن صبره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود رواه أبو داود والنساء وصحابة خزيمة ولا يفطر بالتسوق بل هو سنة له في أول النهار وآخره كالمفطرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه الجماعة وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الأوقات وقال عامر بن ربيع رضي الله عنه رأيث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحسي يتسوك وهو صائم رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون لأن له نفوذا قويا ويخشى أن يتسرب مع ريقه إلى جوبه وفي السواك غنية منه وإذا أراد أن يطهر أسنانه بالمعجون فليفعل ذلك قبل الإمساك ويجوز للصائم أن يستعمل الأكسجين الذي يخفف عنه ضيق التنفس ولا يفطر به لأنه ليس من الأكل ولا من الشرب فله أن يستعمل هذا الأكسجين الذي يخفف به ضيق التنفس وصومه صحيح إن شاء الله تعالى نسأل الله الكريم أن يكرمنا وإياكم بالتوفيق للعمل الصالح وأن يحفظ سيامنا من النواقض والنواقص وأن يجعلنا جميعا ممن عبد الله تعالى بإخلاص وإنابة إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته